وللأسف للأسف أنا برضو سمعتك في الإنترو على فيتوريا خد بالك كل المدربين البرتغاليين أسادزة في الكلام في الكلام وفي الإنستجرام وفي المشعارف المسج والحاجات دي خيروش كان كده كان هاي بيتكلم هايل صحيح ده بيتكلم هايل طيب هو بيتكلم على مشروع وإن هو كان مشروع لكرة القدم المصرية عشان يتطور بيها وبتاع لحد 2026 لغاية 2026 إحنا أكبر معدل سن في الفرقة الأفريقية في الطوط أفريقيا اللي فاتت صحيح معدل أعمار اللي عيب صحيح طيب أنت بتعمل مشروع المشروع الجيل دوان ممكن 26 ما حدش فيه منه يلعب مظبوط أو 2-3 اللي يكملوا يعني 4-5 بالكتير يا طب مين اللي هيطلع خدت حد من تحت شفته لعبته ولا ضميته حتى في معسكر لعبته في ماتش ودي مش رسم ممكن ألعب أنا دور فيتوريا بقى أه طبعا أقول لك أقول لك كابتل خايد من اللي من تحت إذا كان المنتخب الأوليمبي لسه بيتكون مع الكابتل الواني الرياض منتخب الشباب ومحققاش نتايك جيدة منتخب النشئين ومحققاش نتايك جيدة مين بقى اللي تحت اللي المفروض أجيبهم يعني المفروض المنتخبات دي اللي تدي للمنتخب الأول حلوة أول فضل ده اللي أنا بقى كنت عايزة فضل إن إحنا معندناش تحت يبقى هو كان بيضحك ولو طلع قال لك إحنا معندناش تحت ولازم نشتغل تحت أنا أصدقه إنما لما يقول لك أنا عامل مشروع عشان عشرين ستة وعشرين وطور الكورة ومش عارف إيه طب إنت معندكش تحت إحنا للأسف للأسف أخرنا هذا الجيل أخرنا؟ كرة القدم المصرية أخرها معلش يمكن كلامي يبقى صعب شوية ولكن دي حقيقة أنا اشتغل في قطاعات من ناشئين على مستوى النادي الأهلي مستوى ندي تاني على مستوى منتخبات مصر أنا على فكرة بس يمكن أنا عشان قديم شوية أنا عشر سنين في منتخبات مصر منتخبات ناشئين ومنتخب أولومبي على مستوى قطاعات الناشئين مثلا كل فرق الناشئين في النادي الأهلي اشتغل فيها يعني أخذت سكة التدريب من تحت الفوق عظيم واشتغلت الحمد لله في كل حال منتخبات ناشئين دوري ممتاز فانتا بالخبرة دي كلها بتقولي ان احنا اخيرنا الجيل ده ومن خلال درايتي باللي موجود ما انت الوقت عندك موليد 2001 اللي هو المنتخب الأولمبي اللي معه اللي رايح الرياض عفوا الأولمبياد آه تمام تمام ميكالي دول المفروض المفروض دول هم أساس منتخب مصر اللي جاي ده المستقبل صحيح هل لو استعرضنا الأساني بدون دقما نستعرض عشان ما نحركش حد هل في حد فيه مؤهل وهو عنده دلوقتي موليد 2001 يعني 23 سنة انا لعب درجة اولى في وسط فرقة كانت عمليقة كل واحد فيهم بفرقة في النادي الاهلي وانا عندي 18 سنة فلعيب الكرة اللي ما بلعبش 18-19 سنة عبد عليه الوقت ده خلاص ببلعيب عادي انت بقى وبختك يعني لو لعبته بتلاقي الدنيا بتقل بشكل كبير جدا والله يو حراك بتتكلم كده عمالة في تلك المنتخب الأولمبي يعني ما تحسش ان في اسم منور قوي يعني إبراهيم عادل شوية ماشي واحد يعني بطول ها كمان بس هيلعب وهتلاقي في أفريقيا أحسن منه بقى ناس كتير طبعا الشطرف ايه اننا لما جيب حد ولعبه لما ألعب قدام أي فرقة أفريقية بقى اللعيب بتاعي هو الأحسن ايوة صح لا احنا مش هنوصل لدي احنا بنشوفه هنا أحسن في الدولة المصري فبنقول دا احنا ما رحسن لها في العالم يعني ما فوش مستويات لو بنقول رحسن لها في العالم ويقول لك دا كده هيهد الدنيا بالضبط فانت جيل 2001 ما فوش حد صح تمام يعني مثلا رأس الحربة اللي بيلعب الأساسي قسامة فيسر اللعيب كويس طبعا ما حدش يقدر قلع حاجة مية في المية هتاخده تقدر انت لو مدير فني تاخد قسامة فيسر تلعب بيه رأس حربة دلوقتي والدينة مخدوش معاه في قائمة المنتهة فيسرهم صعبة الأمور صعبة واللعيبة دي اتظلمت ليه؟ لان هي ما اتمرنتش للأسف ودي حقيقة العيبة دي لو كان المدربين اللي بيشتغلوا معاهم على مستوى اقتعاة النشئين مؤهلين ودرسين لأن الكرة علم الكرة مش فهلاوة كرة القدم مش فهلاوة يمكن عندنا شوية هي فهلاوة طبعا إنما ما فيش الكلام ده برا هي علم ما يشتغلش شغلانة دي غير اللي فهمها عشان حتى تبقى مخنع اللعيبة وتفيد اللعيبة لأن اللعيبة دي بتبقى أمانة في رقابتك اللعيب الكرة ده بيبقى أمانة في رقبة الموديل الفني اللي بيمرانه طبعا لإما يفيده لإما يجيبه كتاف احنا للأسف العملية عندنا مش كويس ده جيل 2001 حاني يجيل 2003 اللي هو كان منتخب مصر للشباب اللي طلعنا من بطولة أفريقيا اللي طلعبت في ماتش مكسبناش ماتش برضو مش عالمكس كابت محمود جابر محمود جابر آه سوري طبعا والد عمر طبعا هي مش قصة برضو نتائج لأ قصة إنه لما تيجي تتفرج مفيش أيها صح 2005 لما سيك هواق الرياض دلوقتي كان الأهلي والزمالك بيلعبه 2005 قدام بعض من يعني 2005 ده يعني عنده 18-19 سنة لأ ما فودي بيلعب أساسي في فرقيته الأولى مفيش وبعدين هيروحوا هيلعبوا منتخابات إزاي وهم بيلعبوش في أنديتهم صحيح عشان كده أنا بقى كان فيه فكرة كمان جديدة فضل عشان تحمل تواصل أجيال لأن إحنا في مشكلة بس للأسف عشان الناس بتبقى موجودة يعني عايزة تفضل تكمل في أماكنها بدون ما تسير أي مشاكل أو تقول المشاكل لأن ما عندهاش الحلول ترجمة نانسي قنقر